نسبوا ابن خلدون الهاوية لمغاربة البرنوس عباية طويلة تغطي اللي يلبسها من الكتفحة الرجلين ومخيطة عند استرحة اليدين ناس الجلفة يلبسوا غل البرنوس اللي يخدموا هنساهم بوبر الجمال وخدمتهم تقونوا بها معروفين ناس حاسي بحبحوا عين والسارة الحرار يلبسوه بيط وفي تبسة من عهد الفينقيين كانت تلقي الشابية والبرنوس الرمز من رموز دقافة في المنطقة والعروسة في ياماتنا هادو كي تجي تخرج من دربة بها ترمي برنوس بيضمن الحريرة على كتفها ويكون مطلوز على حسب المنطقة ديالها كما القبيليات يطرزوه بالدهب كان لقوا الاسم البرنوس جاء من كلمة راتينية بيغنوس اللي هو غطاء كانوا يديروه رهبان في كل وقت واشتعروا بهالبربر اللي كانوا في شمال فرقيا حتى لحقوا قالوا أرض البربر تبدأ وين يلبسوا رجال البرنوس وتخلاص وين ما يكلوش الناس الكسكس وسماهم ابن خلدون صحاب البرانيس البرنوس كان يزيد همه وشان اللي يلبسوا على هذا كان لازم يترمى على كتاف غال اللي يعطولوا حقه من القدر والقيمة كان رمز الحكمة والرزانة والعقل وفي الجماعة على القبائل كان لازم على الراجل يغطي راسه بغطال البرنوس قبل ما يبدأ الكلام كي جي شتا ترمي فوق جبال الجرجرة العالية البرنوس لبيض وكي جي الصيف يقوي رياحه ويحمي الأرض صيف وشتا الريام كان تخدم بيدها لحنان برا نستحمي بيهم رجالها البرنوس دفهم بين حضانه وفي وسط رجال اللي يلبسوا على شانه واليوم بالراجل المغربي تربطت حكايته برمز الهمة والحكمة ومنحكيلي على زمان نقوله خموس على كل من يلبس البرنوس وبالتالي يتلح على كتاف العروسة والعروس